طبعا احنا منعرف الرسول بولوس لما كان بيكتب الرسائل في عدة مرات كان بيكتب للمقدسين أو القديسين يعني مثلا منشوف مثلا كنيسة كورنتوس كنيسة كورنتوس مع انه كانت كاملة من كل المواهب لكن برضو كان فيها شوية مشاكل كانت فيها كتير مشاكل وعم بعالج هذه المشاكل لكن مع كل هذا عم بيكتب لناس بيسميهم قديسين يعني حتى هذا الاصطلاح مش عم نستعمل اليوم نقول للقديس نزاره للقديس فريد عارتها نستخدم هذا الاصطلاح بعد الاصطلاح بعد ممات الانسان نقول فلان كان قديس مثلا نعم سؤالة جميل العهد الجديد يكلمنا عن ثلاث انواع من التقديس النوع الاول هو بنعمة الله لا يدلي فيه فبجرة قبولي للمسيح واحتماء في دمه صرت قديس او مقدس يعني مقدس مخصص لله ولكي اخصص يعني لو انا قلت ان هذا الكوب مخصص لفريد تعني مش من حق شخص اخر ان يستخدمه هذا مخصص ليه لما اقول ان الاخ نزار مقدس لله يعني ايه يعني هناك خط موضع ايه هو الخط دم المسيح اللي احنا منسميه التكريس كمان ايه التكريس ده التقديس الاول وهو شرعي فيه تقديس تاني نحن مدعوون له اليومي اللي هو ايه بقى كونوا قدسين نظير القدوس قداسة عملية يومية ودي عايزين نركز عليها شوية قبل ما حلقتنا تنتهي القداسة وهي تتطلب الجهاد اليومي في قداسة نهائية عندما نذهب للسماء ويأتي المسيح ويقودنا كل اثر للمال الخطيئة سينتهي فسيعطينا المسيح جسد مثله وطبيعة مثله